مرحبا أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقة جديدة من تحضير الاختبار الجنسي الكندية الحلقة 5 طبعا هذه المعلومات اللي نحكيها هي الكتاب Discover Canada اللي هو يعتبر كتاب رسمي من الحكومة الكندية لدراسة والتحضير للاختبار الجنسي طبعا أي واحد ممكن يحضر هذه المعلومات إذا بدي يعرف معلومات أكثر عن كندا بس هذا بشكل عام سنذهب بالكتاب خطوة بخطوة الآن خلينا نبدأ في الكتاب وما نضيع وقت حكينا في المرة الماضية أنه التاريخ هو أصعب إشيء اليوم هنكمل الصفحة 16 عم بحكي عن بداية الديمقراطية في كندا طبعا الديمقراطية بدأت شوي شوي تدخل وبطريقة سليمة على كندا أول يعني هاي ما أتوقع بس بس أيضا أول برلمان أو أي شيء تم تم انتخابه من قبل الشعب كان في مدينة هليفاكس نوفا سكوتشا في 1558 وبعدها بدأت مقاطعة برينس وفيدورد آيلاند وبرونزويك نيو برونزويك هون تتذكروا أول مرة حكينا لازم تحفظوا الأكتس كان في كيبيك أكتس في شغل الثاني اللي صارت بعد كيبيك أكتس اللي هي أعطت الكيبيكوا حقهم اللي هو كونستيتوشنال أكت هذا صار في 1791 إذا بتتذكروا في الكيبيك أكت سمى المنطقة بروفنس أوف كيبيك اللي هي نحكي المنطقة اللي بين الفرنسيين والإنجليز اللي هي أنتاريو كيبيك هلا صار اسمها بروفنس أوف كيبيك هذا أول اسم رسمي للمنطقة اللي إحنا عايشين فيها اللي هي كندا نعتبر جزء من كندا في الكنستيتوشنال أكت اللي صار سنة 1791 قسم بروفنس أوف كيبيك إلى قسمين لاحظوا معاي أبر كندا سمى البروفنس أوف كيبيك صار اسمها واحد أبر كندا اللي هي هلا أنتاريو ومعظمها سكانها من التابعين للتاج البريطاني البروتستانت اللي بحكو انجليزي والتاني اللي هي الأور كندا اللي هو كيبيك هلا اللي معظمها كاثوليك وفرنش سبيكي فكروا فيها عشان تحفظوها كويس هم كانوا يدخلوا من الشمال من طريق الناهر على كندا فكانوا معتبرين كيبيك مع أنه إحنا بالخريطة بنشوفها كيبيك في الشمال في الأب وأنتاريو داون فلكن هم كانوا يدخلوا بالعكس فسموا أنتاريو أبر كندا وسموا كيبيك لور كندا إن شاء الله تكون وصلت المعلومة طيب هذا الأكت برضو أعطى كندا اسم أوكي وهو بدأ اسم كندا اللي هي أعطاهم الحق إنه يصير عنا زي برلمان منتخب من الناس فالكينستوشنال أكت عمل شغلتين أول واحدة قسم كيبيك في أبر كندا أو أور كندا والشغل الثاني أعطانا الحق لانتخاب الشام أنا بحكي لكم هو شوية الهيستوري بخربة وإجا هون صار اسم كندا الشغل الثالث اسم كندا صار أوفشل أوكي اللي هو أساعدها أبر كندا أو أور كندا وصار اسم كندا موجود في الخريط بس المنطقة كلها ما كان اسمها كندا الأطلانتك اللي هي نيو برونزويك ونوبا سكوشا وهي الأماكن مع أبر كندا اللي هم 2 كندا أبر كندا أو الأور كندا كان اسمهم مع بعض بريتش نورث أمريكا إذن Provinces of Ontario أو روميس of Quebec هذا الاسم الأول بعدين الاسم تحول إلى قسم وProvinces of Quebec لأبر كندا أو الأور كندا مع الـ Provinces of Atlantic Colonies صار اسمهم بريتش نورث أمريكا طيب هناك شغلة مهمة اللي هي منع العبودية أو تحريم العبودية طبع العبودية كانت موجودة كنا عارفين عنها لكن في أبر كندا اللي هي أنتاريو هلا في واحد كان يعني هو الحاكم العام باسم الملكة اسمه سيمكون سيمكون أوكي سيمكون اللي رأى على تورونتو في قصر غاد هنحكي عنه بعد شوي اللي هو المبنى اللي كان ساكنه هو اللي بنى أوكي هذا كان هو الحاكم العام للمقاطعة للمقاطعة أنتاريو أو اللي بسموها كان اسمها أبر كندا وعمل منع العبودية في 1793 وكانت كندا أول أو أنتاريو أول دولة تابعة للحكم البريطاني تمنع العبودية فهذا كان شيء جيد المهم 1807 البرلمان البريطاني منع العبودية و1833 منعت العبودية في كل الإمبراطورية البريطانية لأنه كندا كانت منع العبودية وفي أمريكا فيه لسه عبودية فيه ناس كتير من دول بشرى السوداء يجوا هربوا على كندا أو سموها أو سموها The Northern Star عشان يحصلوا على حياة أفضل خلينا نحكي هون شوية هذا هو السمكو اللي هو Lefton Governor General اللي هو الـ Governor أو نحكي Lefton Governor هو اللي فاوندد The City of York نيويورك اللي موجودة في أمريكا في مدينة اسمها يورك اللي هلأ اسمها الفعل تورونتو هو اللي بدأها وصارت عاصمة لأبر كندا ومن يومها تورونتو عاصمة أنتاريو أوكي وهو من منع العبودية في أول دولة أو أول مقاطعة تابعة للحكم البريطاني هاي الشخصية التانية اسمها ماري آن شدي كاري طبعا هي كانت أمريكية وكانت تحكي باسم حقوق السود وطالب بمنع العبودية في أمريكا لكن سنة 1835 أصبحت أول أول ثلاثة وخمسين سوري أول امرأة في كندا بتعمل بابلشنج لجريدة أو إصدار جريدة سأصدرت جريدة رسمية وكانت تحكي عن حقوق المهاجرين والسود وضد العبودية وطبعا تحكي عن أمور جيدة أن الناس تتبع باقتصاد بدأ ينمو في كندا كندا تعتمد اقتصاديا على شغلات كثيرة لأنه فيها موارد طبيعية وبدأ في هادسون بي حكينا عنها سابقا وبدأت التجارة بين أبوريجنال والبريتش والفرينش وبنوا عدة حصون من أجل هذا الشيء أو ميناء موانئ وبدأ التجارة الآن أول مؤسسة بنكية فتحت في نهاية القرن الثامن عشر وفي بداية القرن الثاسع عشر مونتريال سوق الأوراق المالية في مونتريال فتحت سنة 1832 ما توقع هذا سؤال مهم كثير بس لازم تعرفوه طبعا أكثر الشغلات كانت تصير فارمينج الزراعة الموارد الطبيعية الفرو الأسماك الخشب وكلها كانت تنقل عبر الأنهار والقناوات حسنا هذه النقطة المهمة الآن صار في حرب يا جماعة في كندا سنة 1812 الحرب صارت بين أمريكا وكندا هل نحكي لكم عنها ما حدث؟ طبعا في 1805 نابليون خسر معركته وبالتالي هو خسر تقريبا قدرته على اجتياح أوروبا البريطانيين فضيوا فصاروا إيش بدهم يحاولوا أنهم يساعدوا الناس اللي في كندا لأنهم متابعين للتاج البريطاني ضد التمرد اللي صار في أمريكا أو نحش نحكي التمرد اللي هو تمرد ضد البريطانيين وصارت مثل ثورة عليهم وأخذوا الحكم طبعا الأمريكان توقعوا أن هذا وقت جيد وممكن نحتل كندا ونضمها ضمن الولايات المتحدة الأمريكية وفعلا في شهر ستة ألف وتمانمية واثناش قاوموا هذا الاحتلال بعد شهر في جولاي في واحد اسمه ميجر كان يعني جنرال اسمه بروك مشهور في جامعة باسمه قدر يدخل على ديترويد ديترويد الأمريكية ولكنه طبعا قتل لما في أتاك ونياغرا فولد والأمريكان خسروا في هذه المعركة لكنه هو قتل أوكي الآن في 1813 بعد سنة من هذه الحرب في 460 عسكري معظمهم فرنسيين قدروا يرجعوا أو يضحضوا أربع ألاف أمريكي حاولوا يدخلوا على منطقة في جنوب مونتريال اسمها شتوغي وفي هذه السنة نفسها 1813 الأمريكان يدخلوا على حكينا لكم عن مدينة يورك وسمكم اللي عمل قلعة وقصر إليه وكان هذا هو منزله وهو مبنى البرلمان فأجوا الأمريكان وحرقوا مبنى البرلمان في مدينة يورك اللي هي اسمها تورونتو هلا طبعا الكنديين بدهم يثأروا والثأر موجود في 1814 بعد سنة تقريبا في واحد اسمه روبرت روز أوكي الأخ دخل معه ناس من نوفا سكوشا وراحوا حرقوا البيت الأبيض اللي موجود في أمريكا نعم البيت الأبيض اللي موجود في أمريكا وعدد من المباني اللي موجودة في واشنطن دي سي العاصمة الأمريكية وعشان هيك يمكن قبل سنة سمعتوا انه ترامب حكى انه انتو حرقتوا البيت الأبيض للكنديين طبعا بعدها توفى في معركة وحطوا له اونر في هذا كل وقت طيب خلينا نكمل في سنة 1814 اللي هي نفس السنة اللي حرقوا الكنديين البيت الأبيض أوكي حاولوا الأمريكان مرة تانية يدخلوا ويحتلوا كندا لكنهم خسروا لأنه البريطانيين ادروا يدافعوا وبالتالي البريطانيين انتبهوا لهذا الشي وعملوا السيداتيل أو قلاع في ثلاث مدن هاليفاكس كيبيك سيتي وفي منطقة جم كينغستون وهذه تعتبر الآن ما كانوا يزوروها السياح ومن هذا الوقت 1814 بعد خسارة الولايات المتحدة أو محاولتها اجتياح كندا عملوا الحدود البرية الكندية الأمريكية وهذه تعتبر هي نتيجة حرب 1812 وبالتالي هذه ليست موجودة في الكتاب ولكن بحكي لكم في قانون في البرلمان أو في الكونغرس الأمريكي بيحكي أنه كندا إذا أرادت أن تدخل ضمن الولايات المتحدة الأمريكية فهي مرحب بها في أي وقت بدون أي يطراد فديركت أوتوماتيك بتدخل بايب بنا نحكي عن ويلنغتون هذا شغل مهم ممكن تسمعوا عن هذا الاسم باسم شوارع كتير تسمى بها تقريبا كل المدن فيها الدكوف ويلنغتون هو اللي هزمنا بليون في الحرب وبالتالي وبعد ما هزمنا بليون صار بده يركز على نورث أمريكا وينتبه لأنه الأمريكان ممكن يعملوا مشاكل على الحكومة تبعته أو التيروتري تبعته فهو من جاء واختار منطقة أتوا اللي هي العاصمة اللي كان اسمها بايتاون يورك كان اسم تورنتو كان اسمها يورك وأتوا كان اسمها بايتاون وهو اللي اختارها كعاصمة تقريبا أو هو مش اختارها اي اخترتها الملكة فيكتوريا ولكن هو من عمل ركومنديشن هو من أمر بحفر الريدو كنال أو قناة الريدو اللي تعتبر من أهم المعالم الموجودة في أتوا هو تعتبر أطول مكان للتزلج على الثليج في الشتاء على أطول مكان في العالم المهم وهذا هو من يعني عمل فاوندينج رولز لأنه نسوي الناشنال كابتن ريجن في كندا اللي هي أوتو هذه المرأة اللي هي اسمها لورا سيكند في 1813 يعني بعد سنة من الحرب مشت 19 مايل هذه جاني أنا اعتقد نسوها أو اشي زي هيكل المهم مشت 19 مايل 30 كيلو على رجليها طبعا عندها خمس أولاد هي مشت على رجليها عشان تحذر الكنديين أنه الأمريكان جايين يعملوا أتاك وفعلا فازوا الكنديين في هذه المعركة وهذه تعتبر بطلة في كندا الآن خلصت الحرب في 1814 انتهت الحرب زي ما انتو شايفين في 37-38 صار في بعض الـ reformers أو الناس اللي بدهم يعملوا تحديثات في كندا وبعض المواليين للولايات المتحدة الأمريكية وعملوا زي ثورة داخلية وحاولوا انهم يحكوا انه لا احنا لازم ندخل ضمن الـ American Republican وندخل ضمن أمريكا أو الولايات المتحدة الأمريكية وصارت زي ليس ثورة بسيطة ما اعتقد انهم يسألوكم عنها في مونتريال و تورنتو وطبعا هم الحكومة قضت على هذه الثورة وشنقت الثوار في هذا الوقت وطبقت كندا لحالها مستقلة هنواف هون لانه من هون هنبدأ في موضوع تأسيس كندا هنحكي بالحلقة القادمة إن شاء الله الأسبوع القادم تابعونا يوم تلتنين حلقة مهمة أعرفش إذا عندكم أي أسئلة خليني أرجع معلش أنا لأنه في موفقين بإذن الله أهربنا يوفقكوا جميعا أحفظ لايف في صفحتك لو سمحت لايف محفوظ في الصفحة وموجود على اليوتيوب قناتي على اليوتيوب إذا بدك تدخلي عليها اللي هي الدكتور جمال الشريف بالإنجليزي إن شاء الله نحتفظ بهاي المعلومات حتى ننجح إن شاء الله تمجحوا سبحان الله ناس بيد حسبة العبودية لذي والعلوان السمراء يعني هذا نهاية الحلقة نعطيكم ألف عافية نراكم في حلقات قادمة اللي هي حتكون الأسبوع القادم يوم تلتنين السلام عليكم